اه بقى لنا شابطرين عمريني كسر في الخلايا لدرجة ان احنا افتكرنا بقى اني مالهاش اهل واه واببتوزيس ونيكروزيس واكيوت انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن البصولة جنهاء النهاردة كاية بتقول ان اللي تكسر بيتصلح يعني هذه الخلايا تصلح وتعمل هيل لنفسها عقبلا ان شاء الله وتعدي الازمات والخبطات اللي حصرت لها اه في شابطر الهيلنج اندري بير اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم سنأولى عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بقى الف خير اه معاكم زمنتكم نادة بشير نادة بشير في القتالة اه ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شابطر الهيلنج اندري بير اه المسماتي تغيرت شوية السنة دي يعني هو كان شابطر عادي بقى تيتوريال بس ده لا يفقد اهميته ومش انحياز عشان انا اللي بشرحه خلوا بالكم اه لكن والله بجد مهم واي كلمة بجد في الجنرال بسوليجي فهي مهمة جدا اه ولازم نطلع من المديول ده بقدر عالي من المعلومات عشان نرتاح بعد كده اه نبدأ اه قبل ما نبدأ بس ما ننساش ندعي لزمائنا ربنا يا رب يرحمهم ويغفلهم ويصبرنا ويصبر اهليهم يرحم موتنا وموت المسلمين اه ويرحمنا اذا صرنا الى مصاره اليه اه نقرأ سواقية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفى عنده الا بازني يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اه مين فينا مين فينا وهو قاعد يسمع المحاضرة دلوقتي اه مطع ورس وهو صغير وهو كبير احنا كبانات مثلا احنا طبعا ستاب بيوت جمدين فبنخش المطبخ نعور نفسنا بزا ونخرج مين ما تعورش مفيش حد ما تعورش مين بلافظ دارك كده ما تجلفش عفل انو احنا بنلعب احنا صغيرين انا تجلفت لحقوني مش عارف ايه مين ما حصلوش كده فانا دلوقتي لو خدت بالكو انا قسمت التعويرات لتعورتين تعويرة عادية اللي هي الجلفة البسيطة دي اللي هو انت اصلا ما تتجلف وتقوم تحط عليها اي حاجة حده ممكن ما تحطش اصلا ما تقولش لحد على سن انت خايف وده ليها كده في البنطلون وتقوم تجري تكمل اللي هي صح وممكن لقيت تعويرة تبقى غائرة بقى وعميقة شويتين والسكينة يعني اسية حبتين فتعورك جامد فاهم فالي هو الجلفة دي انت الجسم قدر يتعامل معها وعملك حاجة اسمها ري جينيريشن شاد النسيج اللي مات وحطي لك نسيج من نفس نوع بنا ري يعني اعادة جينيريشن خلق او بناء ماشي ركزوا في اللي اسمها دي كويس عشان هنسترق ليها دلوقتي الحاجة التانية لو هو غائر فالجسم بيستسلم ويقولك مش هقدربني انا هعمل لك حاجة اسمها رقحة او فيبروجس او سكور النطبة انت هتكمل بيها باقي تحياتي ما انت بقى اللي عورت نفسك معلش احنا بنتكلم عن شابتر الهيلنج اندريبير الخلايا زي ما قلنا هتبدأ تفوق لنفسها وتبدأ تصلح اللي حصلها البطرة بتاعة الشابتر النهاردة انا خدنا في السنة وقبل كده الخلايا الجزعية دي هي الخلية الام خلية الام الام دي بتخلف صح في الوقع الام بتخلف في هنا كمان بتخلف يعني هي خلية مش مختصة يعني مش بتديني خلايا تروح مسلا للإبيسيليم بس مش بتديني خلايا تروح للغدروف بس مش بتديني خلايا تكون حضرة القلب بس مش بتديني خلايا تكون الليفر بس تكون الكدني بس لا ده هي بتدي خلايا تروح للحاجات دي كلها يعني هي احنا نجيب مثلا للألم وهي عارفين شمس كي بصوا هي نبع الحنين والله بتدي الخلايا كتير قوي تدي للليفر تدي للكيدني تدي للإبيسيليم تدي يمين تاني تدي للكاردياك ماصل تدي للسكليتا الماصل فهي بتضحي من أجل الخلايا دي كلها فهنعرفها سوا بقى أنا قلت لك أم الخلايا فهي تبقى هي تاني حاجة هي يعني خلية مش مقتصرة لحاجة معينة لا دا هي بتدي بقى الخلايا أو معظم بقى خلايا جسمك طب بتديهم الخلايا جسمك بتعمل انقصام خلوي مايتوزي يعني إحنا معظم إنت وإنتقع كده في خلايا بكسمك وتنقصم انقصام مايتوزي عشان كده الحمد لله عيشين ومكملين ومش أي تعويرة بتأثر فينا بقى وتقعدنا في السرير وبتعلق الحمد لله الخلايا بتتجدد ونقدر نكمل بقى حياتنا طيب بيقولك ان هي تديني شوية تسبلي تسبلي طب سؤال كده هي Matthew وهي خلية نطجة ولا خلية مش نطجة خلية نطجة ليه بقى هي مش نطجة دا هي بتديني خلايا نصجة يعني هي واحدة مش 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 مكتملة النمو دا هي بتديني خلايا مكتملة النمو تقدر تقوم بوظيفتها في المكان المحد يعني هي مثلا الستمسل دي Matthew إدتني مثلا تروح للكاردية لحشان تتكون وتقدر تقوم بوظيفة. تروح للاسكيلية المصلع عشان هيلاسكيلية المصلعات الاهيكلية تقدر تتكون وتقوم بوظيفة. فاهمين? طيب. اه يعني ايه ريبير? ريبير باللفز الدارج بتاعنا عملية اصلاح. طبعا ابسط مثال خالص لو انت راكب عربية والعربية دي مثلا حصل فيها اه اه بهدلة او حتة الكسر او بتاع فانت بتروح محاود على الميكانيكي اه مثلا الكشاف اللي الكسر. ينفع يروح يجيب لك حتة مثلا من باب يحطها مكان الكشاف. لأ قطعة الغيار بتبقى كل حاجة في مكانها. لازم يجيب كشاف جديد. تمام? فالريبير ان هو اشلك الحتة القديمة رماها وحط واحدة جديدة من نفس نوعها. ما يارف نقول الجملة دي بالانجليزي? ريبليسمينت اوف زا انجر تيشو. ريبليسمينت اوف زا انجر تيشو. اللي هو بنبدل عملية تبديل النسيج التالب بنسيج اخر جديد من نفس نوع. بنسيج اخر جديد. وشوية شوية هقولك ان لازم يكون من نفس نوع. لازم من نفس نوع. الحاجة بالعقل انا ما ينفعش الكشاف الضرب اروح اجيب حتة من الباب او حتة من المتان ده مسلا من فوق او كده. ما ينفعش الكشاف بقى حط كشاف. ماشي? النوع بقى الريبير او الهيل او الخلية ازاي بقى بتقدر تستعيد اللي حصل فيها. انت ريحاكتين احنا قلناهم في المثال الاولين اللي هو لما انت اتجلفت ماشي? او لما انت اتعورت بسكينة فالتعويرة كانت غميقة او عميقة شوية اي ماشي? اول حاجة اللي انت اتجلفت فدي حصل الجسم قال لك يا عم ده حاجة بسيطة سيبها علي. انا هروح شايل لك الحتة اللي ما تدي كلها شيل الجلد ده وهطلع لك جلد كده. انت في خلال يومين تلاتة اسبوع انت هتبقى زي الفل. وانا مش سايب لك اي علامة بص يعني بجاب عليك ماشي? الفايبروز لأ انا هممكن اعود اسبوعين تلاتة شهر يعني انا اخدت وقت يا هوف اني اصلح الدنيا وبعد كده انا هسيب لك السكور انا هسيب لك علامة اصلا اعرف اللي اي انا ههلم عليك برده ماشي? مهمة جدا سيم تشو طيب دي. ويقعب بقى ايش تقلبها لنا في السكور ونحتاره بتاع لأ. هي من نفس النوع ماشي. اه ربليسمينت باي كونيكتف تشو او السماء فايبروز هنتكلم عنها تحت بالتفصيل وكله نوع هنتكلم عنه بالتفصيل. بيقول لك في حالة سيفير لوكال دامنش. زي ما احنا قلنا السكينة كانت حمية قوي فعورتني قوي. الجرح يعني ايه مش على هواية او الجسم استسلم ومش قيد. فبتهيل باي فايبروزيش. وبتعمل لي حاجة اسمها سكار فورميش. بيتسيب لي نطبة او علامة. اصور. يعني مسلا مسلا لو انا تعورت او خبطة بسيطة او جرفت في رجلي. وانا صغير دلوقت ما جاء بص على رجبتي مسلا. هلأ اني فيها لسه علامة? لا استحالة. لكن لو تعورت بسكينة بقى وجلت تعورة كبيرة وبتقى لا ممكن الاقي لي هسة لسه لها علامة. ماشي? اه انتي عمالة تقولي اني بنعمل ريجنريشن وبنعمل فايبروزيش. طيب بناءا على ايه انا اعمل ريجنريشن وبنعمل الجسم من نفسه كده? اقولك لا. بناءا على حاجة احنا قلناها برضو في المثال بتاعك جلفت وتعورت تعويرة كبيرة. بناءا على السيفيرتي افتيشو دامج يعني افتيشو. كله تقطع وشكل وحش. ولا حاجة بسيطة فاللو انا ممكن اعمل ريجنريشن ونخلص. ولا انا مش قادر اعمل ريجنريشن فالجأ للفايبروزيش. اللي هو تلايف احطكم انك تفتشو وابني وبتاعه وخلاص. ولا انا ممكن اصلا شيء الادم ده. واكاول واحد جديد اللي هو ريجنريشن. احادث خلق او تكوين تشو بديد. تاني حاجة ده من جسل انا اه الخلية دي بتقدر تنقسم وتعمل ريجنريشن? ولا الخلية اصلا اه في البطيخ وما بتقدرش تنقسم ولا خلية اصلا ما بتنقسمش اللي تحت مؤثر. احسب نوع الخلية. اول حاجة هنتكلم عنها انوع الخلية. احنا اه جسمك الطويل العريض ده بينقسم او بيندرك تحت تلات انواع من الخلية. خلية اسمها دي خلية غير مستقرة يعني خلية ما هيبارة واكتف بس مش اللي هيبارة والاكتف اللي اللي تقلقنا. يعني ايه? اللي هو مش مسلا في الفحالات الكنسور ربنا يعرفينا اعرفي لا هو ده طبيعتها. عارف انت واحدة حد طبيعته ان هو نشيط قوي. يعني هو ده مش حاجة يعني مش حاجة مرد. لا هو كده. هو خلية كده. بتنقسم بسبب وبدون سبب. ماشي? اه في حاجة اسمها دي خلية عندها كاريزنا وكرامة حبتين. لو لو عورتني انا انا هنقسم. ما عورتنيش وما جيتش جنبي فانا في حالي ومش اقزيت. ماشي? البرامل انت سيلي بقى? لا. دي هي اصلا لو لو انت تقلبت قرد بقى حرفيا طب لبلدي مش هنقص. انا مش هنقص. زي مثلا الكاردياك مصل. اه عمرك سمعت ان حد يتعور في قلب او كده فاللي هو ثاني يوم صحي لقى عندو قلب جديد. يعني يعني انا انا سمعت انا? لا. اه عمرك سمعت مثلا حد عضلته اتقاطعت حد التنت ونتقاطع فيها او او بتاعها. او بتاعه. اتجددت. يعني ثاني يوم اه يا عم اه ابصد بقى ده طلعر العضل بتاع. ما عددش على ازهان خالص خالص يعني. ونبقى عارفين كاعدة كده. الخلايا اللي مش هتهيل بالرجنريشن هنخليها تهيل بالفايبروز. انت كده كده هتعدل اللي حصل. طب انت محترم وبتنقسم وعندك الكدر عشان تعملي حاجة فل وهنشكرك. ما عنديكيش الكدر خلاص اعملي ماشي? نجي بقى نتكلم عن الجدول. اللي بايلسل بشكل مستمر وبتنقسم بشكل مستمر. بس مش حاجة تقلقني. لأ هو احنا نحمد ربينا اصلا. ماشي? بتبقى في السيرفز ابيسيليام اللي هيماتو توبك اللي انفيتش. لها سيرفز ابيسيليام زي مثلا اللي سكين ماشي. خلالها جلدك تم هي بتهيل بالريجيناليشا. وانت مسلا بقولك التعويرة ولا الجلفة دي. انت خدت لها علامة سيبالك علامة. لا مش سيبالي علامة. ده الجلد او الجس. اتعامل معيها وشال التامة تشيتيش ده ده. وراح حاطط ليه تشو جديد من نفس نوع ماشي. فما اجي اقول لك اللي بتهيل باي? تقول ليه ده كلها بتحصل هي اصلا منقسمة وحاجة تخدمها يعني. فهم? طيب. اللي تاني حاجة اللي ستيبرسين. الخلايا اللي هاجة تكرز ما او عندها كرامة شوية اللي هو انت لو عورتني لو في استيمولاس او استيمولاي لو في مسير ان انا تعورت انا هنقصر. غيرت كده انا في حالي زي مثلا البارينكيمانسيل والميزينكايمان. نقف نفسر الكلمتين دول اي اي ارجان يعني مثلا الليفر اللي هو الكبد او الكدني اللي هي الكلي. بتتكون من حاجتين حاجة اسمها البارينكيمان الميزين كايمر البرنكيمل ده اللي هي الخلاية اللي هي هتقوم بوظيفة الليفر اللي هتخلي الكبد يقوم بوظيفته زي مثلا الكبد بيخلصنا ملسموم الكبد بيعاني لك شوية такое الكابت بيقصر جوها حاجات فيه اللي هو بيتكون جوها مش عارف ايه هي البرنكيملسيل ده هي اللي هتخليנו بوظيفته كذلك في الكيدني البارنكيملسيل فيها تتمسل مثلا في التيبيول اللي هو الأنابي والغدل اللي جواها ومش عارف ايه خليها تعمل اكساكريشن وتخلصك براته من شوية السموم تخرج لك البول اللي يتسلم للحالة بالحالة بيسلم من المسانة وهكذا فالبارينكي مرسيل دي هي اللي بتقوم بالوظيفة في حاجة تانية اسمها مزينكي مرسيل دي البوديجارد بتاعها اللي بتخدم عليها زي مسلا في بلاط فيزل لازم وحاق ده ما بيروح لي الخليها البارينكي مرسيل دي عشان تقوم بوظيفتها تمام الفايبرو بلاست خلايا تخليها تقدر تعمل الفايبروزز تقدر تعيد بناء وتجديد نفسها فاهمين فاحنا نقدر نفرق بس ما بينهم الاول فبيقولك ان البارينكي مرسيل دي او الجلاند والأورجن موجودة في الليفر المسان والكيدني المزين كامل عرفنا زي الفايبرو بلاست انا ممكن ازود اقول انا ايه بلاط فيزل ماشي اه بيقولك ايه بقى لو لو التعويرة في اللي هي في المسان الأورجن اللي هو يندرك تحت الستيبر سيل لو التعويرة صغيرة فخلاص الجسم بيقولك ما خليها انا هعمل لك ري جنريشن لو كبير ما عليش انا قاسر مش اقدر انت هتضطر تعمل فيبروز ماشي يا رب من شاء الله نكون فاهمين ام الخلالة لبعد كده اللي هي البرمنل سيل اللي هي حالفة بالتلاتة ما هتنقسم حالفة استحالا اصحاص بحالية الشخص بيها تضد عضلة القلب بتاع بده ولا تطلع له عضلة جديدة ولا نيرف جديد او لا استحالا اقول لك ليه البوست نيتل مثلا لان احنا حياتنا انقسمة بري نيتل وبوست نيتل اب ما تتولد وانت في الانتراي تراني انت في رحمة مولدتك وبوست نيتل يعني بعد ما تولد فليه ما اقولش قبل ما تولد لان اصلا قبل ما تولد بيحصل شوية انقسامات كده انقسامات عادية خلاص عشان تطلع شخص بقى ان شاء الله سليم معافة كده تقدر بعد كم سنة تواجه الحياة فهم بل هو بوست نيتل لا انت خلاص انت مش هتنقسم بعد ما انت تولدت زي ايه بقى زي النرفسل يقصد بيها السلبة يعني مثلا احنا عارفين الخلية العصوبية نفسها انا عندي اهو ده الاجزون في الخلية العصوبية وهعمل كده وكده 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 مسلا وفي نواة والنسل خلية نسل وانا عارفش كنا نسميها ايه نسلة والدنديرويد بقى الزوائد معلش نسمح بعض على الرسمة دي فالنرفسل مقصوب بها دي السلبة دي الاكزون بينقاسم عادي وهنعرف ليه بينقاسم وبنسميه بريفرال يعني حتة طرفية كده براه هو براه السلبة دي لأ ده النرفسل نفسها دي استحالة تنقسم عشان جده احنا كنا ان شاء الله في سنة تانية انا هتعرفوها في CNS ان الامراض العصوبية دي امراض صعبة قوي وبالرغنوز بتاع ربنا يعافينا ويعافيكم يعني بيبقى صعب لاني ما بتتجدتش اللي هو انت حارف خلص بقى الطوبة جدفة مع طوبة خلاص انت ناسبك كده فاهم ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم وقلنا بردو الاسكليتر والكاردياك فهي مش بتقدر تعمل الجنيريش هنيبعتهي بايه الفيبروزيس بدي هي اقل ماشي ان شاء الله تكون واضحة هنتكلم بقى تاني حاجة عن السيفيرتي يعني احنا نتكلمنا اول حاجة عن الطيب افسير قلنا هم تلاتة تاني حاجة بقى يعني انا ما حصل لتتعويرة كبيرة ولا صغيرة طب كتب مرة واحدة ولا مرات متتالية فبهدلت الجسم ولا ايه ماشي نجيب الالم بعشان نقدر ايه نستعمل بقول لك ايه ثانية نزبط السلايد عشان نقدر نتكلم بقول لك ان انت حصل لك انجر انت تعورت ماشي في حاجة اسمها يعني ده بلاطف ده وعاء دموي الوعاء الدموي بيحصل في ايه مثلا البكتيريا قررت ان هي خلاص هتتدمر الحتة دي بيحصل فيه يبدأ يتمدد اللي هو ايه كراد فعلي طبيعي للانفراميشن اللي حصي يحصل يعمل هاي بريميا يعني لونه يحمره والدم يتضفك يليه بشكل كبير جدا يبقى الممطقة حوالي ريد وهوت وسفولن ريد يعني محمرة هوت يعني سخنة اللي حطت ايدك سفولن منتفخة اللي هو بتنبهك ان في مشكلة حصلت هنا ماشي دي الفاسكولار او سيريول بيقول لك ايه بقى لو الدمج بريزنانت او برزستنس بيرزستنس يعني مستمر يعني التغبيط او الانجري مستمرهم كم فهي هتيل بالفايبيروزس هتيل بالفايبيروزس وميديك مثالين على كده السيروزس والبالموناري فايبيروزس سيروزس ربنا يعافينه وعافيكم تليف الكبت ماشي والبالموناري فايبيروزس اللي هو تليف في الرئة ماشي فالهو 어 لا التدمير مشتمره كبير فالجسم بيعتذر ويقولك مش هقدر اعمل احنا هنستعيد عن ذلك بالفايبروس طيب لو لا لو فيه اكيوت انجري احنا خدنا الفرق بين الاكيوت وكرونيك ايه الاكيوت حاجة فجأة وان شاء الله هتمشي فجأة يعني هتخلص الكورونيك لأ حاجة جاي بالتدريج وبتكمل نعيه شوية يعني مزمن يعني بياخد زمن ووقت على ما تخلص منه يقولك لو هي اكيوت انجري يعني اللي السوملس جات وراحت مشيت فبيحصل برينك مرسيدس يعني الخلايا اللي هتقوم بوظفتها ماتت طيب لو فيه انتكت فريمورك ودمج فريمورك يعني ايه اصلا فريمورك انا الفريمورك بشكل لغة العربية يعني اطار ماشي انا راجل بتاع بصولوجي انا شغل كله مع الميكريسكوبات انا في اليوم بيجي لي مثلا عشرين تلاتين حالة عينة للليفر انا عارف شكل الليفر الكبد تحت الميكريسكوبات عامل ازاي ما تحاولوش تغيرو صورته في عيني انا شايفه فيه لوب يورز ولوبز كتير ومش عارف ايه انا عارف ماشي طب انت وعارف ان الكدني فيها تب يورز وجران ديرتش وبتاع انا انا متأكل اما تجي انت بقى تبص مسلا للعينة تحت الميكريسكوب فما تلاقي بقى ايه الفريمورك او الاطار بتاعها الشكل مش مرحي لعينك مش ده الشكل اللي انت واخد عليه هو ده الدامج فريمورك لكن لو لقيته الشكل اللي انت واخد عليه اسمها فريمورك فهمنا عن ايه فريمورك فريمورك يعني اطار اطار ماشي بقول لك لو دامج فريمورك فهو خلاص هو متدمر اصلا فانا هشيله ورميه وحط فريمورك جديد ها بنا انا هعمل زي ايه بقى الدوني انتم بسال كده مثال زهقنا منه اللي هو الجلفة اللي بتحصل في ايدك في رجلك في اي حاج وتاني حاجة افطر برشيا هبا تكتمي يعني ايه بقى اللي هو رباني يعافينا وعافيكم يا رب الناس اللي هي بتكون محتاجة زراعة كبد فبيكون فيه متبرع المتبرع مش بيتبرع بالليفر بتاعكم مش بيتبرع بالكبد كله لا بيتبرع بجزء منه فبيقى برشيا هبا تكتمي يعني استقصال جزء من الكبد مش حتة صغيرة مش حتة مش الكبد كله يعني فالبرشيا لده انت بعد مدة بتاخد مثلا وقتك 6 وشهور ولا حاجة بيكون الليفر بتاعك انت كمتبرع نمى وكبر كبر يعني ورجع كبر ورجع لحجم الطبيع والتاني برضو اللي خد منك بيكون الليفر الجزء الفاصل اللي هو اخده منك بيكبر ويندمه كالليفر طبيعي وتقوموا بوظيفتكم انتو ماشي ده ري جين ريشان هو ما عمل لكش فايبروزس لا ده هو البنمي الجديد ماشي طب لو هو الانتكت لو الفريمورك الكويسة خلاص هابني عليها بعمل فايبروزس وهكاون كونك تفتيش وابتاه زي الديب يعني لو الجرح غميق عميق فحنا قلنا يهيل بالفايبروز ماشي ولو مايو كاردر انفركشن ما قلتش ان مايو كاردر انفركشن ده يعني موت في عضرة القلب موت في الكاردياك مصر العضرة القلب طب انا ينفع انا قلت ان عضرة قلب تندرج تحت انهي نوع من السل نه اللي كانت اخر واحدة اسمها بيرمنانت فالمرهمة تنقص عشان كده بتهيل بايه كنا كذبينها تحت الفايبروزس مهمة موت اللي صليت دي مهمة قوي ماشي احنا قلنا بقى عندنا احنا قلنا ايه لحد دلوقتي نرجع ابن ربدا في عنواع او الحاجة احنا قلنا ان احنا عندنا الخالية الام في مال استمسل وهي خالية مش متخصصة هي بتبقى دينيس بالشيالايزاسل المتخصصة كل واحدة تروح تقوم بدورها في مكان ماشي وبتنقصها عن طريق وهي الماتيول بتديني خلايا ماتيول الريباد هو لازم يكون من نفس نوعي بقى ده نسمي الريجينيريش لو حصل سكار او فايبروز او نطبة او بتاع فهدي نسميه فايبروز او ريجينيريشن باي كونكتوف تشو بالقسمة حسب الريجينيريشن بالقسمة حسب الريجينيريشن والسيفيريتي بتاع التشو دامي ثلاث خلايا عندي اللا بايل استيبل برميلات اللا بايل كده كده منقسم على طول موجودة في الابيسيليم في السكن وبتعمل هي بالكمبيلات الريجينيريشن الريجينيريشن لا وعندها كراما حبتين لو عورتها تنقسم ما عورتهاش هي ملهاش خلاص ملهاش اي رد فعلا لو حبه صغيرين فهيعملوا الريجينيريشن لو حبه كتير التعويلة كتير فهنعمل دي قاعدة بقى خلاها في المهج ماشي تبقى موجودة في البرينك مالسيل والميزينكا مالسيل البرميلات السيل استحالها تنقسم ماشي عددا جنبها مش تنقسم وبتهد بالفايبروز ماشي وخدنا خلاص لو في انجري فبيحصل هايبريميا اه قلنا يعني المنطقة بتحمر والنتيجة التي تضفها الدم الكتير وردوهوت وصول دي لازم احفظها في الانفليميشن ردوهوت وصول ماشي على حسب لو بريزستانت 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 ده يلب الفايبروز ماشي لان دي الخبطة كثيرة والجسم اعتذر اللي لك مش هقدر اعمل طيب لو هو خبطة مرة واحدة وخلاص دقرحت لحالة اللي استرمنا ويرح لحالها فكده كده يحصل بريزستانت بس هل حاسب الانتكت بريمورك انتكت ولا دامنش لو انتكت ماشي اه هعمل فايبروز وابنعلي لو دامنش لا فانا هشيره وعمل عرفنا الامثلة نعرفها يعني ان شاء الله ما تكونش موضوع اسئلة بس نعرفها عمالين نقول بقى ان في نوعين ومش عارف ايه فهنا قلنا عند الوقت بشأن التفصيل اول حاجة الهيلينج باي الري جنريشن يعني يعني خلق او تكوين فالجسم بيخلق او بيكون خلايا جديد او نسيق جديد ماشي بس من نفس النوع لازم اركز عليها اوي فهو التعريف ايه الميكانيزم احنا هنرسمه سوى وبعدين نجي نقرأ الكلام ده وان شاء الله هتكون الدنيا سحي اول حاجة انا عندي بلوت فيزل ماشي ودي باكتيريا قررت ان هي هتضرب الوعاء الدمويه بس الباكتيريا بكتيريا بجحة حابتين بتروح فارزة حواريها مادة تحميها اسمها الفايبرين تقول لك ايه انا هدمرك بس انا خيسة من رد فعلك فانا هحمي نفسي بس احنا الحمد لله عندنا اميون سيستم جهاز مناعي اه الخلايا اللينفوية فيه قاعدة كده ومترصدة علشان اي جسم غريب بيدخل هنقضع عليها فتيجي حاسب بالفعل بالفعل انا اسمها النيوتروفيل او البوليمورف نيوكلر ليفوصايد بوليمورف نيوكلر ليفوصايد بوليمورف يعني شكلها متغير او النواية واخد اشكال متغيرة فيها بوليمورف نيوكلر يعني النواية بتاعتها اشكالها مش نفس الشكل متغير ماشي واللينفوسات هي احد انواع اللينفوسات تروح جاي عامل ايه بقى؟ مدمر البكتيريا وفرز اندماد تكسر الفايبرين اللي حواليها اللي هو انا مش بس هسيبك انت مش انا هادمرك بس انت دي انا هادمرك انت واللي انت فرستيه تيجي بعدها الخلايا اللي هي البلعمية الماكروفاتش خلايا بلعمية تشيل بواقي بقى تقولها ايه؟ هنشيل بقى اللي انت زبتها يانوتروفيل هنشيل بواقي الحاجات اللي انت كسرتيها دي خلاص وحنا نسيت اقولكم ان في حاجة اسمها اللينفاتيك فيزل حوالين الوعاء قدما في حاجة اسمها وعاء لينفاوي وظيفت ايه هنعرفها دلوقتي ان الخلايا اللينفاوية بتيجي تشيل بقايا الحاجات اللي عملتها النيتروفيل وتمشيها خلال الوعاء اللينفاوي ده عشان نتخلص منه ماشي؟ اه بعد كده الابيساليام خلاص بقى هيفهم ان انا لازم انقسم وتجدد وعمل ريجين ريجين بقى نعيد تاني البتاع بالتوضيح اكتر انا عندي بلاز فيزل والبكتيريا قررت ان هي هتضمر الحتة دي وفرزت حواليها فيبرين وانا عندي حاجة اسمها اللينفاتيك فيزل اول حاجة هي فرز الفايبرين فهتيجي البوليمورف نيوكرا لينفوسايت او النيتروفيل هتكسر البكتيريا والفايبرين اللي حواليها تيجي بعدها الميكروفيل تشيل الريجيد والباضي او الحاجات اللي بقية من عملية التكسير دي وتمشيها خلال اللينفاتيك فيزل تخرج منها على اللينفانود المجاورة لها ونتخلص من الكوزء بعد كده الابيسيريا معيفها من الحتة دي خلص حصل فيها قطعة وبتاع فانا مطلوب من ان الخلاية بتاعت تنقسم وعود القطع اللي حصل او الخبط اللي حصلت بعمل حاجة اسمها ريجينيريش انا هبني سل او نسيج في الحتة دي بس من نفس النوع اللي وقع نقرأ سوى الدنيا هتفق سهله خلص ايام بيقولك الاول حاجة النيوتروفيل بتيجي تعمل فاجوسيتوز يعني بتبترع او تاكل وتكسر الكوزة في بكتيريا البكتيريا المسببة ان هي تكسر الحتة دي في الوعاء الدماء تاني حاجة البي ان البي ان الاس ده بليمورفك نيوكليور نينفوسيت اكتبوها وراي بليمورفك نيوكليور نينفوسيت هي نفسها النيوتروفيل حتى عنينها بنفس اللون ماشي بتفرض انسيمات وتكسر الفايبريندا وتحول المادة سائلة تيجي الماكروفات تدخله تعمل ايه بقى فاجوسيتوز بتبتلع الماكروفات دي الخلاق البلعامي تبتلع الاجزاء الباقية وتدخلها من خلال اللي مفتك جزء يمشي يروح للنفنود عشان يتخلص من الجزء اللي حصل ده البقاية يعني ماشي بعد البي سيلا بيفهم ان هو لازم يتجدد وينقصه ويعمل ريجناليشا ونخلي بنا ان هي من نفس نوع التشو اللي تقص ماشي ناخد بقى شوية امساع او الحاجة ريجناليشن ان الجلد عندنا بينقصه من ثلاث حتات ايبي ديرميس 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 وفقها ايبي ديرميس يعني فوق الديرميس مش ديرميس لأ اسبع القلشة البسيطة دي بس يعني كل ما بقولها بطيج في النوة كده ديرميس وفقها ايبي ديرميس تحت الساكو تينيستيشو المشي الديرميس تفتكروا هياهي الخط او التعوير اجامتها لدرجة انها وصلت لجوة تحت تعدد طبقه اصلا من وصل الثاني طبقه يبنى هيد بفايبروزيس يعني فديه اوي طيب لو هي في الابديرمس فوق عالسطح لا انا هعمل ريجنريشن خلاص الجسم يقولك يا عم انا علي الحتة ديانا اللي هاجدد هو زي الجلفة اللي احنا عمهن نقولي عليها ماشي طيب الريجنريشن اوف ليفور بيقولك لو اكيوت انجر يعني لو فجأة ليفور باهدل والفريمورك بتاع ولسه سليم فحنا هنعمل هيد بريجنريشن خلاص هنقدر عليها يعني زي الاكيوت فيروس لبطايتس الفريبطايتس دي اللي هو التهاب فيروسي في الكابت زي مثلا فيروس بي فيروس سي ربنا نعفين ونعفين ونعفين طيب لو كورونيك انجري لو بقالها كثير فلا انا انا هعمل فايبروزيس ماشي مع عادة في حالات السيروزيس ممكن نعمل لحاكتين يعني السيروزيس لو مثلا الكلمة اللي فرقص دي هو بيبقى كده شوية حصل هنا مسلا سيروزيس فالسيروزيس ده انا هاخدها بره بقى دي بتهيل بالريجنريشن وحواليها يهيل بالفايبروز تهمين؟ يعني السنترال بيهيل بالريجنريشن والحاجات البريفرال اللي حوالين المنطقة دي بتهيل بالفايبروز ماشي؟ طيب وحاجة وبعد كده تاريت نوع اللي هو يعني لو حد زي ما قلنا عنده عضمة قسرت او كده وحط الجبسة او الجبيرة لما خلاص بيشير الجبس بتلاقي ما كانها ايه قلب يعني ولا ايه قلب فريجله لا ما هو طبيعي يكون طريع له عضمة يعني هي البون بيبني بون جديد طيب البريفرال نيرف انزو دي هنكتنا معنا دلوقتي وخلينا عارفين تاني احنا قلنا تاني ادي الخلية العصبية كيف يتسري او لتنظري او ادنه ضديندرايد طبعا الاسمى يعني عارفيا سيء للطب بس المعلينا وديه الاجزن قلنا ان الاجزن هو اسمه بريفرال ودي اسمها سيل باضي او اسمها النيرف سيل نفسها السيل باضي هو النيرف سيل هو الحتة اللي قدام ده البريفرال حتة المرمية وره اللي هي الاجزن حتى نتكلم دلوقتي نتكلم عن الاكسو ده شكل الهيلنج اللي بيحصل في الليفر نحن نتكلم هنا على الشمال منديك شكل النورمال هيباتك اللوبيول اللوبيول زي بتكوين منها الليفر يعني ده شكل النورمال اللي انت كويحب بصورجي بتاع بصورجي يعني هناك ويقضع عليها تحت من الكراسوب بيقولك لو الانجر حصل للسيل بس فخلاص يحصل بروفريشن عملية مقصة متمايز بتاعه هنعمل جسم الدهية لو حصل الماتريكس كمان المادة اللي حواليها بقى والشكل متغير والفريمورك تدمر فانا لازم اعمل فايبروز سهيل بالفايبروز ان انا هكون سكور مش قادر اعمل فلازم لاني مثلا الموضوع كبير اللي هو مش على قد ستيل بس ده حوالين على قد الماتريكس كمان خادت الاجزاء اللي حواليها كمان الاجزاء الخارجية بتاع الليفر يعني فالولا انا لازم اعمل فايبروز ماشي ليش شكل بريفرال نيرف دامج ف穿نا ايه هنتكلم بس عنه الاول اه وبعدين اااا نجي على الرسمة يعني ان شاء الله اا نникиرسم الرسمة اللي احنا بقينا شاطرين اوه فيها مشي عانش يسامحوني بجد على الرسمة مماشي وننزل بالكزون وبقى في بقى شوائد ندراثل جداة كده من تحت وهنا فيه نيوكلوس وفيه حاجة اسمها نسل الجرانيولس نسل الجرانيولس وديه نواق وديه برضو principalmente يعني معلش. ماشي. اهي نكتبها دحل. اهو. اهو. بيقول لك ايه بقى ان الهيلنج او بتاع ده بيحصل في خلال ثلاثة اسابية. الركب مهم يكون عارفيا. يعني في خلال ثلاثة اسابية خلاص الخبطة اللي حصلت فيه او القطع ده بيتجدد ونقدر. احنا قلنا بقى عايد على الاجزن. نازم عارفها ماشي. اللي بيقدر يوم بوظفته تاني. عن طريق ايه بقى? اه اول حاجة انت لما بيحصل خبطة او او دامتش في الاجزن ده بيحصل ايه بقى? اول حاجة النفس الجرانيولز دي بتتقمس وتختيفي. بتتقمس وتختيفي. والنيوكلياس بتتقمس هي كمان وتروح للطرف. تبقى اكسنتريك. عادي كنا اسمها للطرف قصد. يعني هي كده يعتبر ناحية الطرف. يمفهول انها بتبقى في طبيعيه كده. في النص يعني ادي اسمها اكسنتريك. اكسنتريك يعني في الطرف. استنوا. اهي. ده معمولة بنفسي جدي. وبعد كده بيحصل السيل باضي اللي فوق ده بيتنفف. الخلايا بتقمس وتروح من لقيهاش. والنيوكلياس بتروح ناحية الطرف. ماشي? تمام? تمام. تيجي الشوانسل والماكروفاج. يشيلوا بقايا الديجراديشن او بقايا التكسير او التقطيع اللي حصل ده خلاص بيخلصونا منه. وبعدين الشوانسل بتدرك ان هي عليها ان هي تنقسم وتعمل من الديستا للبروكزمال والعكس. يعني تمشي كده. تمشي كده. فهي ماشي كده بتعمل لي حاجة كده كده كده. اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب ده بتتكون وفوق المايلين شيس او. فهي مانع الاجزم ويطلع حواليه حاجة اسمها المايلين شيز. يا غشاء مايليني يعني كحماية للاجزم. كحماية وتدعيم وقوة للاجزم. فهو كده خلاص الاجزم يتكون بشكله الطبيعي. بصوا. يفاكرين الشكل ده. شكل كنا بنرسمه احنا في الاعدادي والسنوي ها. شوان سلوة حوالها مالين شيز شوان سلوة حوالها مالين شيز. الشكل ده بتكون تاني ان شاء الله في عملية الاسطلح زمانة قلتركه كده. فاهمين يعني ده هو النيورال تيوب تكونه. ده الاكزون وفوق المايلين شيس او. الاكزون خد شكله الطبيعي خلاص. ويقدر يقوم بوظيفته تاني. ماشي? يبقى البريفران نيرف او داميتش ده اصب بها الاكزون. بيحصل العملية دي في خلالة دي ايه. الهيلينج بتاع بيحصل في خلالة دي ايه. تلات أسابيع بيحصل ازاي? بيحصل سويلينج للس البضي حتها اللي فوق. النسل بتيحصلها دي مبرائهات بتختفي. للطرف. والمكروفات بتعمل يعني بتشيل بقايا عملية التكسير دي. وبعد ان لازم تنيحصلها لازم انقسم بقى عشان نوعوض اللي حصل. واروح عملة نيرال تيوب. حوالين الاكزون. واطلع نيرو ليمال شيس. انا كده خلاصي الاكزون تمام? بتقدر تقوم بوظفتك. العملية دي خلال ايه? ايه ايه تلات اسابيع مهم اوي مهم اوي تلات اسابيع ماشي? او لما تعرف النيوتيوب هتكمل احنا ممكن نرجع الان سلايدين دول ونعفو عنكم وتقوم خمس دقيقة وعشر دقيقة كده تجيبوا كوباية شاي تشربوا حاجة بتاع ايه وتجيبوا تكمل بس ما سبونيش متعلق على اليوتيوب ساعتين وثلاثة وبعدين تجيبوا تكمل ماشي? احنا قلنا ايه? ايه قلنا اللي هو الجسم بيعيد بناء او خلق خلايا جديدة ايه فالي هو ايه يعني ايه 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 انجرد او دمج هتكشوب بايزل او دا سام طيب نفس ايه قلنا ايه 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 انا عندي بلوت فيزل خلاص بي بكتيريا وفرزت حواليها الفايبرين عشان هي بكحة حبتين اتيجي النيتروفيل ما خلاص انا تحطم امال هدي وتشيل البكتيريا وتضمر اللي تفرط انزمات تضمر الفايبرين اللي هي كونتو تيجي الماكروفايش تبلع وتشيل بقايي اللي حصل اا بتاع ده لديهم يقوم بتكلمه للمفاتيك فيسلس الحد اللي جنبها وبعدين اربسلية بيبدأ يحصل له برووفريشل وانقصامه مش عارف ايه ويعمل ريجين وقلنا امثلة على كده للسكن لكيه لكن في الابيديرمس الطبق اللي فوفادي هيحصلها في الايه بالريجين لو الجرح عميك ونزل لتحت فلازم اعمل فيبروس والريفر عرفنا الأكيوت والخورونيك وقلنا لو بون فراكش فلازم اهيل ببون والبريفرنير فهو اتكلم عنه بيحصل في خلال ثلاث أسابيع النواب تبقى مهمة قوي ونسل الجرانيورس دي قبير والسيل بادي نفسه بيحصل له بينتفخ وفي خلال 48 ساعة المايلين شيل والأكسس بتتدمر هيا كمين فتبدأ الشوانسل وميكروفات تشيل نتاجة التضمير دي وبعدين تيجي الشوانسل تنقسم يعني بصوا يعني ايه من دي ستال بروكزمان ومضحها كده يعني عكس عكاس ماشي بحس تعمل حوال ويا ماشي كده بتعمل يورر تيوب عيق على الأكزون ويطلع فوق بميلين شيس ويبطر كده خلاص كده خلاص كده خلاص كده أكزون سليم يقدر يقوم بوظيفته ماشي ممكن ماشي ممكن نفس الحبتين وبعدين تيجي ماشي هنتكلم دلوقتي بقى عن تاني نوع ان شاء الله تكونوا خد تفاصل لكده تاني نوع بقى من أنواع الهيننج اللي هو الفيربيروسوس ان احنا هنعمل الهيننج بكنك تفتشه ماشي الخلاص الجسم مش قادر يعمل عشان الجرحة عميق زي الصورة اللي تحت دي دي ينفعلها لازم حط رؤعة معنى أصح ماشي الديفناشن هو هشير النسيج الميت ده اي هحط اللي هو اللي هو يحصل له او نمو او نطق يتحول ماشي من اللي بيقول لك ان هو ده بينك بصوا هتلاقوا بقى اين تركيا كده انا عملاها في الديتا ان كل ما حتيجي الكلمة هتلاقوا بلون بينك هنقول لك ان هو لونها بينك ماشي مش معلومة اهو تيكي لكن انا حاجة نثبت بها ماشي بيقول لك ان هو لونه بينك صفت يعني ناعم جرانيولار يعني محبب يتكون من حاجة اسمها بروفليتد فايبر بلاست يعني الفايبر بلاست دي اصلا هي اللي هتيبني الفايبرستيشو ماشي بروفليتد عشان هي هتنقسم وتكوني الفايبرستيشو زي ما هنعرف في الميكانيز من دلوقتي ماشي. آآ وبعدين هي بتكون آآ يعني اللي بيتطور بتاعها سين رفيع. وفيها ماتريكس وكابيلرز كابيلرز عشان هي اللي هتغزي الفايبرو بلاست عشان تقوم بوظيفته. وفيها اكسرا سيلور ماتريكس عشان هو هيتدام مع الفايبرو بلاست ومكون الفايبرستش. طمام? يبقى مين الهيلينج باي فايبروزس او الهيلينج باي كونيكتف تشوي اللي ها اسمين او سكار فورميشن. التلاتة دول بيندرجوا تحت النوع التاني اللي هو الفايبروزس. ماشي? لو الجرح يعني آآ او الخبطة عميقة او يعني مسمى على لحد تحت شوية ماشي. وهتهد بالجرانيوليشن من الجرانيوليشن تشو بينك صوفت جرانيولر من اسمه محبب آآ في كابيلرز وفي اكسترا سيلور ماتريكس وفي فايبرو بلاست. الميكانيزم يقولك اول حاجة آآ هنحتاج ماجريشن وانفلتريشن يعني المكان الانش او الخبطة لازم يروح لهم تلاتة سين. اول حاجة الماكروفالش. دي خلاية بلعمية عشان انا عارف ان هي دي اللي بتزباط للدين هي اللي بتنظف وراه. ماشي تاني حاجة الفايبرو بلاست عشان دي اصلا هتدمي الفايبروز تشو. كان الخبطة. تلات حاجة المايو فايبرو بلاست. ليه? مايو يعني ليها لفظ العلاقة بالعضلات شوية. واحنا عارفين ان العضلات بتعمل اهم موظيفة لها الكونتراكشن. مصر الكونتراكشن اللي هو انكباض العضلات فالعضرة لما تنقبض او الخلاية دي لما تنقبض هتقلل حاجة من النسيج اللي انا عاملاه بحيس بقى ايه? 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 الحاجم الطبيعي اللي هو الحاجم النورما بحيس بقى مش بقى تحيس كبير او مش مش سايب لسكار وحش او شكلها وحش تمام? اه هنعمل حاجة اسمها الانجو جينيسس اللي هو اه عملية تخليق بلاد فيسل. انجو حاجة اللي اعلقه بالبلاص Dia透Flithة او عائل دمه ههم عقل دمه اه احنا عمدنا حاجة غشية اسمها البازمينتbeanبرين بيضمنت مايبيرين. buy بتكون حاجة غشية السمحت الاندوسيل الماشي? 인�وسيلي điều هو دل اللي جواها البراتفزيل اللي هي يطلع منها البراتفزيس سا يقولك اول حاجة او الحاجة بازمنت مايبيرين strategies and establishing growth less growth 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 تستمع التأني حاجة حاجة الـ هاتهاجل من البراتفزيل الأناجل هتحbagل من البراتفزيل insane رابع حاجة هتديني يعني خلاص بقى الكابيلرز اتحورت و جت ودعمت وتحورت ثانية الخطوات كده تاني معلش حصل لغبطة من عندنا هتعمل هتروح عاملة هي تندج وتجبر وبعدين تكون لي حاجة اسمها كنانوريشنتيش جي دور مين بقى دلوقتي خلاص ما عندهش حاجة مكملين كنانوريشنتيش الفضالي لو سمحت بقى ارصبه هنا اول حاجة هتعمل يعني متتميز ثانية حاجة هيجي اللي هو اللي هو هيرصب بروتين وكلاجن ماشي نعرف معلومة كده لينا ان الكولاجن ماشي ده نوعين نوع واحد ونوع ثلاثة نوع واحد ده دنس بيكون جامد فانا هلقيه في المرحلة الاخيرة من التأم الجرحة ماشي لكن رقم ثلاثة ده طري فانا هلاقيه في اول الجرح لسه ماشي فانا عشان ما اجا اقولك خلاص كده النسيج اللي طلع بيك كده النسيج اللي طلع بيك ومن ايه ما تقوليش طيب ثلاثة كلاجن طيب ون عشان ده اخر في اخر المرحلة ماشي عشان كده نتكرم على السطر التحت اا بيقولك بقى بعد خلاص احنا عمل الفايبروستيجات وترصبت الماتريكس والبروتين ومش عارف ايه والكولاجن بيقولك حاجة اسمها يعني عملية بقى ان احنا هنصلح اللحظة هنشوف بقى ايه اللي ما بقاش له لازمة فهعمله اللي هو خليه ينكمل شوية اضمر اا الا لازم اخليه مكمل ايه اللي اغير نوع وهكذا اول حاجة اا اا الكونيكتف تيشو بيكبر ويعمل فكده دي علامة ان هو هنا بالفايبروستيج تانية حاجة هنو راحت تغذي الفايبروست عشان انتبقى بواصفتها خلاص مبقاش لها لازمة خلاص يحن مش عايزين Οضمرئ بشكل تدريب تانية حاجة الفايبروست ااا... тест بيكوم م bok傀 بكام 했습니다 المقام الحاجة من أقام يعمل إفضل الكلاجين والبروتين خلص ما لكيش وظيفة تاني يضموري تمام تالت حاجة البتاع ده فوق قلنا لك لازم ثلاث خلايج والماكروفاج 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 والفايبر بلاس قلت لك اللي بنجيب الماكروفاج عشان بتعب الكنتراكشن بتقلل حجم التشو اللي بيتكون يوصل بشكل ان شاء الله الحجم الطبيعي ماشي وخلاص الكلاجين اللي يتكون ده الماكروفاج تفور حاجة اسمها كلاجينيس لفظ اس في اي حاجة عروف ان هي بيكسر بيكسر الحاجة بالقابلها يعني كلاجينيس بيكسر كلاجين خلاص مش حاجزة انا انا خلاص انا بنات الكغيررشن تشو وانا مش عايز بقى في حاجات دي كلها فبيقولك كده بقى ان الماثور سكار او الى الكولاجين لاتكون ده بيتكون من ايه اول حاجة انهي نعمل كلاجين ها قولنا انهي واحد اللي بيكون دينسو وفي اخر الاتقام الطيب وان طيب وان دي مهم او وبعدين شوية كابيلر صغيرين لان النسبة الكبيرة حصل لها دي جينيريشن لاني خلاصا الفايبر براست ام بوصفتك انا مش عايز الكابيلر في حاجة تاني طيب تمام تالت حاجة في اكستر سيرو الماتريكس وبعدين الفايبر براست نوعها ايه ان اكتف خلاص انا مش عايزك انت يرصبتي انا خلاص استغنيت عن خدماتك ماشي الميكانيزم هو ملخصونا شوية بيقولك بقى الاول حاجة في الابسيليل سيل ماشي يسيد ويطلع مكانها الاندو سيليل سيل ويعمل فيبرو جينيسيس وهي عملية تكوين او ترصيبه الفايبر براست وانجيونيسيس عملية تكوين بلات فاسل جديد ماشي اكستر سيرو الماتريكس وبعدين نعمل مابس انت يحبلي ونشوف اللي احنا مش عايزينهamy ولا احنا اعجيانها فوق وبعدين السنجة ونestones ام كانت كوينك والكويند سينت скаж ونـ يعني انحنا بنبدأ نقوي او ندعم الجرح ده ان احنا خلاص بقراص بنا في الكلاجر وحطنا عليك الفايبر بلاس وعملنا الجير عشان تجيب بشكل صح خلاص انت كده هيلنج بايفيد بروزس ماشي اه نتكلم بقى دلوقتي عن الووند هيلنج ماشي عملية التأم في الجروح بيقول لك ان هي اه افسط واسف يعني افضل مثال على النوعين اللي فاتوا الريجينريشن والفايبروزس ليه نجيب القلم ونقول ليه اه علشان انا قلت لك ان اللي سكن في ايبيدرمس ودرمس بشكل اساسي يعني الابيدرمس دي فوق فا والدرمس تحتها لا والقطعة والخبطة جات في الابيدرمس فخلاص هنهيل بالريجينريشن لو وصلت للدرمس تحت لا فنهيل بفايبروزس او الجرانيوليشن تشو ماشي وبيقول لك ان العملية دي هي ليها كزا ميكانيزم كتير بس اللي علينا او اللي مكتوب في كتابنا ماشي اه انا هقسم الهيلنج بتاع الووند بناءا على ايه على طيب افزاوند نوعه ايه هو بتقسم لحاجتين اول حاجة البرائمري اونيون والسكندري اونيون البرائمري اونيون بسميه الفيرست انتنشن الفيرست انتنشن ليش تجرح فيه نطيف اه ما تلوث اه وما فقدناش كتير من نسيج يعني النسيج ما تعورش اوي ماشي السكندري بقى ده بنسميه سكندري او سكند انتنشن لقى الجرح فيه من اتلوث عميك ونازل لحد تحت يعني مثلا لو فلسكندري بقى اوصل لحد الابديرمس مش عارف ايه وفيه اكسنسة تشولوس يعني افقدت كتير من نسيج زي مثلا الالصر الالصر دي احنا اصلا ما كنا بناخدها في الجلدية اللي هي القرحة اه كان بيقولك ان هو بتهيل يعني لازم لها جرانيواشن تشو كان بيقولك ان هي بتوصل لحد يعني هي بتاخد الابديرمس ونازلة للديرمس تفاهمين فمن كتر ما هي كبيرة يعني والابسس اللي هو الخراق وفيه جابنج يعني فيه فراغات في الجرح فالي هو دا يدل ان هو كبير وفقدنا كتير من 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 نسيج اللي اتحقر تمام اه هنعرف بقى ايه ده في الفيرست انيوم بقى هنعرف او الفيرست انتنشن هنعرف في اليوم الاول اللي حصل اليوم التالت اللي حصل اليوم الخامس اللي حصل في نهاية تاني اسبوع اللي حصل اه واخر بعد شهر اللي هيحصل في اول يوم انت تتخيل ان انت مسا هتعورت ببسكينة ماشي فالجرح صغير ما فقدناش كتير نضيف بتاع اول يوم بيحصل بلاد كروت خلاص القلطة الدموية بتحصل بدليل ان هو ما تقعدش ننزف طور اليوم يعني واعدين انتروفيل بتيجي كرد فعل بالي انفلمشن او الخبط اللي حصلت واللي بيحصل ما يتوزق بسيجرسل خلاص تخلي بالك ان احنا نتكلم عن يعني جرح بسيط انا ما فقدتش كتير فهتلاقي المواضيع سهلة هتلاقي ان هو مفيش عقد كده فيها الوقت بيبقى صغير بيهيد بسرعة ومش عارف ايه تارت حاجة او في اليوم التالت الماكروفيل بتبدأ تيك عشان تشير النيتروفيل عملته جرانيوشة ليبدأ يزهر ونبدأ نرصب الكلاجة ماشي اليوم الخامس الجنشن خلاص تلصب والسكر ديتملأ بالالجنشن تشير وخلاص الامبديرمز بيبدأ ياخد وضعه الطبيعي وسمكه الطبيعي لان الجرح زي ما قلنا مش عميق اوي مش بوصل لتحت اوي لاء ده حاجة بسيطة تمام كيلين يعني ميني مال تشيرس ماشي على نهاية التانية اسبوع يا ثيدي الكلاجن هيبقى خلاص انا حصل له اكيميليشن يعني اتراكم مع بروفريتة فايبرو بلست خلاص امت بوصفيتها و بتاع ده. والكابيروس خلاص هي بتاعدي فايبرو بلست مش عايزها فبيحصل لها يعني بتبدأ تقيلة او تنكمش في حاجمها وبيحصل حاجة اسمها سكيبس بريت القشرة بتبدأ تنفصل عارف انت لفترة اللي هو ايه بتبدأ ان انت تقشرها. عارف اللي هو المين بتاع الصفاية الدموية اللي هو يا غابي يا غابي انا مصدقت عملت القشرة يعني انت بتبدأ تقشرها مشي? طيب بيقولك بقى اني انا عملت كده اني يوشل تشو مرفوش انفلوتا انفلتريت خلاص ماشي تعدى. والابيدرمس خلاص اخد سمكه الطبيعي وبقى نورمل و بتاع واني اني الخبطة او التعويرة دي عشان تاخد ترجع لقوتها ونفس الجزء النورمل اللي كان فيها وتقوم بوظفتها كاسكن مثلا بتاخد منصص شهور عشان توصل لاقصى قوتها الماكسيمال يبقى اول يوم البرات كروت بتتكون نوتروفيل بتيجي وبيحصل ميتوز لقبسيد يرسل ماشي؟ تقليق اليوم الثالث الماكروفاش هتيجي تشيل البلاوي اللي نوتروفيل عملتها بتلموا عراهم بعدين الكيرانيشور ديشو يبدأ يخش وينزيد الجاب اللي حصلت في الجرح ماشي جاب يعني مسايفة او سبيسة وبعدين الكولاجن يبدأ ايضا اليوم الخامس الجرانيوليشن تشو هيبدأ يمنى المكان والايدرمس هياخد النورمال اسكين بتاعه في النهاية الثاني اسبوع خلاص الكولاجن تكون والفايبرو بلاست خلاص الكابلة تبدأ يحصل لها ديسة كبير مش عايزها وقدر تشيل القشرة وفي النهاية قلنا هيتكون جرانيشن تشو هتاخد منصد عشان توصل للمكسمال استرنس ودي صورة بتوضح في أبع عشرين ساعة في أول يوم في بلات كولوت وفي نوتروفيل وفي سكاب طلعت فوق يعني قشرة وبعدين من ثلاث لسبع أيام حصل جرانيوشن تشو تكون ولمكروفاش خلاص بالشير والفايبرو بلاست خلاص الصابت وفي النهاية الكابلة ماشي؟ الساكندرانيون قالك هو نفس اللي بيحصل في الفرست انتنشن ما عاد حاجات اللي انا بقولك اصلا ان الساكندري ده او الساكندري ده الجرح عميق حابتين فقدنا كتير من نسيج ومش نضيف تمام؟ فهو يبقى انا هياخد اول حاجة بيختلف فيها الساكندري عن الفرست اول حاجة نوع مورلوس افتشو فيبقى عندي انفراميشن كتير يبقى انا هياخد وقت كتير على ما هي فهو انا فقدت كتير في التلوث كتير او التهاب كتير فانا هياخد وقت كبير كل حاجة فيه كتير ماشي؟ ايه؟ ايه؟ ان البسيلة يعني هناك كان بيحصل البسيلة برو الفريشن خلاص بتملك جاب لأ هنا تجاب كبيرا فالجانرشن تشو يعني ايه؟ بيكبر في حاجم عشان يقدر يملك الجاب دي فكل حاجة بقولك كبيرة فبيقولك ان المانت اف جاتي دي احني جانرشن تشو فالمكان او النتبال اللي هيسبها فهتبقى كبيرة حابتين وشكلها مش حيلا بقولك الديرمن ايدنيكسا تونت ديجنريت يعني ايه اصلا؟ ديرمن ايدنيكسا درمس يطلع ملحقات الجلد ملحقات مثل هير فوليكل زي الاسبيشياس جيلاند زي الاسبيشياس جيلاند الغضاد العراقية وبصيلات الشعر في حالات السكندري انيون ما بتطلعش مش هنقدر نطلعها مش هنقدر نعمل لها ريجي نريشان تاني ماشي؟ مع الوقت بقى من الاسكن ياخد الاسترينس او الكوة بتاعته تاني بس بياخد وقت طبعا اطول عن الفيرست ماشي؟ يبقى احنا كده قلنا ايه في الواند هيلينج اتكلمنا عن انه جود اجزامبل للاثنين نوع من الريجينريشان اللي احنا قلناه سواء مقصد من الهيلينج سواء الريجينريشان او فيبروز لو الخبطة في الايب ديرمس بس فاحنا هنقول الريجينريشان لو وصلت للديرمس فلازم قول الفيبروز قلنا انها بتتم عن طريق قلنا نوعين فيرست وساكند الفيرست بيكون كلين ومنيمال تيشولوس زي مثلا ايه السورة اللي انا حطاها دي السرججال انسيشن هي الخياطة الجراحية يعني اوهات التجميل اللي مشي الساكندر بقى انتنشن ده بيكون انفكتد يعني خلاص تلوس مني ولارج وفي اكسنسيف تيشولوس ده في الالصر والجاب والابسس ماشي؟ قلنا خلاص ايه اللي بيحصر في اليوم الاول بلادك اللي بتيجي ان الطفل بتزهر ويعمل مايتوزش وبعدين اليوم الثالث اللي بديك الشير اللي حاصر والجناوش هيبدأ يزهر والكلاجن يزهر هو كمان واليوم الخامس خلاص بيعمل كلاجن ورصة بعمل جناوش انتشو والابديرمش بياخد السيكينج بتاعه في نهاية الاسبوع الثاني مثلا او في الاسبوع الثاني يعني من 17 الى 14 اليوم كده بقى خلاص الكلاجن بيبدأ يترسم مع الفيبرو بلاست وبعدين الكابيروس بيبدأ ايه بيحصلها ديسقبينوس ايه خلاص انا رصات الفيبروس انا مش عايزاك انا كنت جايباكي بتدعميها بس بديها بلاطسة بلاي بس بتقوية مشي بعدين سكيا بقدر اقشر القشر وبعدين جده قالك بقى خلاص في الجناوش بتاخد منصص عشان تكون للسورتين والسكند يقولنا بيختلف ان كل حاجة في كتير السكند في كل حاجة كتير وقت كتير انفلاميشن كتير حجم التشو لان انا فقده اصلا كتير فعشان كده الجراشة بتشو بيبقى كبير وما فيش دين من الادنكسة ما بيكونش ملحقات الجل وبتاخد وقت منصص تقريبا على يعني كتير على ما انها ايه تترجع للسومك بتاعها او وظيفتها الاسفية عشان نعمل الهيلينج بشكل كويس في شوية عوامل بتأثر لي على الهيلينج جده سواء كان السيستيميك فهي بتأثر على منظم اجزاء واعضاء الجسم او عوامل لوكان يعني بتأثر على مكان الانفكشن بس فالسيستيميك اول حاجة نيوتريشن بينزلك تحت يعني انت مش متغذز كويس ما عندك شي عندك قلة في البروتين ديفيشنسي يعني قلة او نقص عندك فيتامين سي ديفيشنسي عندك فيها مشكلة انت مش عارف تكوني الكلاني بشكل كويس عوضنا على الله بقى في الريجن والهيلينج جده عندك سيستيميك تزيزة مثلا دايبيتس اللي هو مرض السكر هايبرتنشان مرضى الضغط المشكلة دايبيتس انه مش مشكلة في السكر بس ده بيأثر على أورجنز كتير قوي بيأثر على القوي بيأثر على الرجل بيأثر على كيدني بيأثر على الليفر بيأثر على الدم نفسه اه بعد كده الهيرمونز الهيرمونر مش مزبطة عندك فبرضو بتأثر بشكل كوي بيأثر شكل كبير على يعني بعد كده يعني انت أصل تطفق التمام في جسمك ومش ماشي بشكل كويس فاللي هو انا بقول لك اصلا من شروط ان انا اعمل هيلنج لازم يكون عندي كابيلاريز عشان تغذي وتدعم الفايبرو بلاس اللي بترسى بالجناس فانت اصلا الدنيا عندك مش كويسة في الاوعيات الدموية فانت مش قادر تكمل الكابيلاريز دي فالفايبرو بلاس مش تقوم بوصفيتها تمام؟ لوكال بقى لأ دي بتأثر على مكان الانفلاميشن بس مثلا لو فيه انفكشن لو انت عندك عدوى من حاجة معينة لو فيه بكتيريا معينة زي الفورنباضي مثلا ده جسم غريب فيه فيروس بكتيريا بروتوزو اي حاجة موجودة جوا جسمك مش بخليك جسمك يعمل هيلنج بشكل كويس ماشي؟ او اللوكيشن او الطيب بتاع الون ده يعني احنا مقسمينها فرست وساكت ممكن انا نزود حاجة بقى احنا قلناها في اول محاضر خالص اللي هي ايه؟ الطيب بتاع السيل دامج يعني اللي هي اللي بايل كبتير بايل ريجينيريشن الستابل كبتير على حسب لو سمول هتعمل ريجينيريشن لو لارج هتعمل فايبروز لو كاتل بيرمناند كبتير بالفايبروز تمام؟ اه زي اي حاجة بقى في الدنيا بيبقى لها يعني عوقت بقى اه كان زينا اللي بيشرحها اللي بيشرحها على سناتنا يعني كان مزكينها في عارفين انتو كنتاكي ماشي 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 اللي هو عارفين انتو مش احنا من انواع او من خطوات الهين اللي كنا بنعمل كنتراكشن بالماي فايبرو بلاست هنا احنا عملنا كنتراكشن بشكل كبير ماشي 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 بالسبب ان ايه ما حصلش يلنج برده بشكل كويس فايب زي جاب كده او تراكت ممر بين الاتنين او ماشي البروجنوز او تطور بتاعه بيكون مش كويس بيعمل ميتاستاز يعني بينتشر الاماكن كتيرة بيروح لللمف وبيروح للبلاط الدم وبيروح لأوركنز حواليه ممكن يروح لللمف نوت الخلايا اللينفاوية بس بيقولك انوا في الحالة دي الحمدلله الحمدلله بيكون رير ماشي وبيطلع من الابسل المتاع الاسكور او انتو طيبين اخر صفحة او راحين ما تذكراش بس لأ مهمة وعليها امسكيو كتير بصراحة هنشوف الصور بقى مع بع ايه دي نجيب الالم ايه دي الفتحة من ناحية واحدة في اللي هي صاينوس ماشي اه هنا اتنين هولوتراكت يبقى دي اللي هي فيستولا اه ونسيت اقولكم ان اصلا في العموم الفستولا دي ممكن تكون اصلا بسبب خطأ يعني جراحية خطأ من جراح نفسه ماشي احنا قلنا ايه هي الكمبيليكيشن او الحاجة الكوزميتيك يعني شكل الكوزميتيك اصلا حاجة دي علاقة بالتجميلية والجمال والحداد ده فهو شكل جراح نفسه مش حلو عشان حصل يعني في الكلاشي ماشي تاني حاجة الفنكشنا لو قلنا لو بيحصل جوينت اكانيوزيس وبعدين فيبروزيس بقى في بين الفيسرا والبرايتر ماشي مش مهمة قوي بيحصل كيلويد رصبنا كلاشا مشاكل كبير بيكون كومة في الناس البيلاك بيحصل له بالرديشن اي تاني يا ربي او الساينس بتكون من ناحية واحدة فتحة واحدة وبتبقى فتحة واحدة ونتيجة اللي هو في الجي تي اللي هو خلاص والفستولة من ناحيتين ما قلنا ان هي بتبقى حجرير ماشي احنا كده خلصنا الشابطة الحمد لله الحمد لله هنرجع عليه بس مراجعة كده صغيرة نفتكر ماشي اه يعني ايه يعني الخلايا هتبدأ تصلح الخبطة او القطع اللي حصل لها يعني ايه مين البطلة هنا تول الشابطر اللي هو الاستمسل مين اللي استمسل دي خلايا جزعية ام الخلايا انسبيشيلايز واماتيور انسبيشيلايز تديني اسبيشيلايز اللي تروح في مكان هتقوم بوظيفته اماتيور يعني مش ناطجة بتديني خلايا ناطجة ماشي اه الريبير دي عملية يعني عملية تبديل للدمج تشتشو باي نيو هلسي وان لو فيه لو الريجن ريشن هنزود بس اللي هو يكون افزة سيم طيب يعني من نفس النوع الفايبروزس او النوع التاني الهيلنج باي كنك تفتشو او سكارفورميش ده لو الجرح عميك وانا مش قادر اعمل الريجن ريشن ماشي بناءا على ايه بعمل الريبير على حاكتين الدامج سيل او سفيرت يفتشو دامج الدامج سيل اه السيل جسمي بينترك تحت 3 انواع من الخلايا لاما لابايل لاما ستيبل لاما بلميرانت اللابايل دي اصلا كده كده بتنقسم يبقى بتهيل بكمبليت ريجن ريشن زي السيرفرس ابي سيل ام زي السكين الحاجات دي او اللي انفيرت تشو اللي ستيبل سيل لازم يكون يعني لازم تكون لها استمولاس هي اللي خلتها تنقسم يبقى لو سمول هتعمل ريجن ريشن لو لارج هتعمل فايبروزس ماشي زي مثلا البلينك مالسيل او المزينكايم وقلنا الفرق ما بينهن بلينك مالسيل دي الخلايا اللي بتقوم بالوظيفة في العضو المزينكايم الخلايا اللي بتدعمها زي البلاتفيس المسلا تقويها تحميها بتاعه كده البلينك مالسيل دي استحالها تنقسم زي النيرفيسيل الكاردياك مصر اسكيتر مصر وبتهيل باي الفايبروزس ماشي اه قلنا هيحصل انجري فبعدين الفاسكولار او البلاتفيس هيروت عليها انو هيعمل في مكان الخبطة مثلا او الاطع على حسب لو الستمرس ده حصل مرة واحدة وخلص خلاص فجده كده يحصل بلينك مالسيل ديس بس لو فيه دامج فانا هعمل ايه؟ لو في دامج في الفريمورك الحاجة لشكل الخلايا اللي انا متعود هشوفه تحت الميكروسكوب سواء بقى في الليفر او الكيدني فلو هو دامج هنعمل زي مثلا الليفر بارشيا الهيباتكتومي اللي هو في عمليات استقصار جزء من الكابل لزراعة الكابل وبعدين السوبرفشير سكين وندر هي التعويرة البسيطة اللي احنا كلنا بيتعورها دي ماشي؟ لو انتك تبقى تشوف ريمورك فنعمل فايبروزز زي مثلا الميكاردر انفركشن لاني ما سمعتش ان فيه عضلة قلب بتتجدد ايه وديب وندرس لو الجرح عمليكو حبتان فالجرس ما بيستثم ويقولك مش قدر اعمل ريجنرش انا نازم معمل فايبروزز اللي هي المستمر يعني لو دامج مستمره كتير فنعمل فايبروزز ماشي زي زي في تلايف الكابل والبانوني في تلايف في الرئة الهيلنج بايجيرنياشا اللي هي التعريف وبعدين النيتروفيل بتعمل فايجو سايتوز وتتمر البكتيريا وبعدين ناتفرس انزيمات تكسر الحاجة اللي هي البكتيريا حوطت نفسها به وبعدين تيجي الماكروفايش تشيلها وتدخلهم في اللينفاتيك فيزل ومن اللينفاتيك فيزل يروح للينفنود وبعد كده بيفهم انه لازم يتجدد وينقسم الاكزامبل اللي سكنه قلنا لو ديرميس يعني دخلت لحد جوه فلازم اعمل لو ايه بديرميس يبقى نريسة على السطح فلازم اعمل ريجينيريشن وفي الليفر على حسب اكيوت ولا كرونيك وبعدين قلنا الربير اوف بون فراكتر والنيرف انجري ماشي ودي الليفر ودي البريفر والنيرف وعرفنا ان لو لو ايه البريفر والنيرف انجري يبقى اصدو على اكزون لو ايه النيرف سي يبقى اصدو على السيل باضي نفسها ماشي ازاي بيعمل نيرف انجري او نيرف انجري او نيرف انجري ازاي بيعمل هيلنج اول حاجة وقال لك المنطة ثلاث اسابيع ولازم اقبى عارفها يعني الهيلنج والعماية اللي احنا عملين نشرحة دي بتحصل ثلاث اسابيع في البريفر والنيرف انجري اول حاجة لما بيحصل فيه دامج كل حاجة بتغضب علينا السيل بيحصلها سويلنج نيكولاس بتروح ناحية الطرف والنسل جلانيورج بيحصلها ديس قبير بتختفي بعد كده في خلال تمانية وربعين ساعة الاكزون بيحصل برضو ديجنريشن والمايلينشيس اللي عليه بيتقسم بعدين تيجي الشيوان سير والماكروفير بتعمل انجولف او بتشيل بقايا الدجنريشن او التكسير اللي حصل بعدين الشيوان سير بتدرك انها لازم يحصلها بروفليشن انا لازم انقسم دلوقتي وتقابل بعضها كده وتكون تطلع الاكزون يكون يبقى كده كونت اكزون سليم يقدر يقوم بوظفته ماشي اخدنا تاني حاجة اللي هو اللي ده متشتشو هشيله واحط مكانك ونكتف تيشو اللي هيعمل ويبقى فايبرستيشو ده قلنا محب بجرانيول تيشو متكون من اكسترا سيلو الماتريكس وهو سينول وفيه كابيلارز ماشي المكانيزم قلنا يحصل يروح لحد مكان الانجري انهي تلات خلايا ماكروفاش عشان بتشيل وراهم المايو فايبرو بلاست عشان تعمل كونتراكشن وفايبرو بلاست نفسها اللي هترسل بجرانيول تيشو بعد كده هنكون معاق ده مو جديد هيخرج الاندوسفير سيل هتخرج هتبدأ تنقصم وبعدين تكون لي حاجة اسماء ديمتا ينروج لانيوليشان تيشو بعدين الصورة هي عندنا قدامنا ماشي؟ الفايبرو جينيش سيلوها هتبدأ تيحصلها بروفريشان تتميز وتنقصم وبعدين تكون اكثر سيلو الماتريكس وهترسل بروفريشان وبعدين كده احنا كده خلاص وصفتها اكتمد هنعمل ريموتلينج هنبدأ نعطل على الحاجات اللي حصل يعني لو عندك قبلها اعمل لها ريجرس جراد إبالي هقول لها خلاص انت وظفتك انتهت وخلي شوية منهم صغيرين بتاع ده في النهاية هيبقى عندي اني طيب طيب واحد لاني طيب ثلاثة اللي بيكون باول كرح بيكون نوز يعني طريق لكن طيب واحد دينس جامد فده اللي انا عايزه في الاخر وبعد كده الفايبرو براست بتكون ان اكتف لاني خلاص انا مش عايز انت رغصها بتجيرش انت اشو انا مش عايز حاجة منك دين ماشي وبيحصل كونتراكش باصوفة مين دي تلخص لما كانت قلنا اللي هو التأمي الجروح ده بيكون جود مثال او جود اجزامبل على النوعين الريشنريشن والفايبروز ماشي الريشن بيحصل في الابديرمس للطبقة اللي فوق الفايبروز يحصل في الديرمس للطبقة اللي جو والعملية دي بيحصل لها كونترول بايه بالجروس فاكتور ماشي في حجمه صغير والفقد صغير لاما التاني لأ تلوس وحجمه كبير وفقدنا كتير ماشي في اول يوم خلاص البرد كورت جات والنتروفيل ظهرت وحصل ميتوز بسير يرسله ثالث يوم الماكروفاش جايي استطلح النتروفيل عملتها والجناشر تشو بيبدأ يملل الفراغ وبعدين الكولاجين يبدأ يظهر خمس يوم الجناشر تشو خلاص ملل الفراغ وبعدين الابديرمس خد بتاعه والسكند ويك خلو بالكم ان احنا نتكلم على الفيرست الفيرست انتنشو ماشي السكند ويك الكولاجين بيجي ويترقم مع الفايبوروبلاس وبعدين بتاعه الكابيلرس خلاص بقى عددها بيقلة وبتبقى حتى يعني وبعدين اللي وقدر اشيل القشرة بتتقص في نهاية الشهر بقى يعني بيكون عندي جناشر تشو بيكون تعدى عندي كبير والسكندرس بتاعها بتاع السكند بتاخد منصة عشان توصل الاقصى قوتها والنال سكندري بيختلف ان كل حاجة فيه اكتر كبيرة عايز وقت اكتر 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 ما بتطلعش اللي هي الهير فوليكل اللي ما بيطلعوش لما مرحقات الجيل والفاكتورز خلاص بتقصع كزا نفسها الطيب بتاع الوند نفسه الطيب بتاع الخلية كومبريكيشن بقى خلاص كيلوييد كوزماتيك كورونيك ألصر صاين نفس كلما سل كارسينوما هنحل بس اسؤالين كده نفتكر بهم يعني بقولك من دقن ايه دي عنوان اساسي يعني من رئيس ما كم يفعش كن ناس ايه اول حاجة طيب او معانا والسيفيرتي او برضو معانا ماشي ايه بقى نختار اقوله صباح اه هيلينج وارساكند انتنشن انكرود ماشي مور اكسينسف تشولس او تيك لونجر تايم او تب كان كلين لأ الكلين هختار الكلين هختار اه الدرورة فعلا والله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا لو معلومة واحدة وجزء بسيط وربنا يا رب معكم ان شاء الله والمن دول يعدي على الف خير وحاولو ان شاء الله اطلع منه بقدر علم المعلومات ان شاء ما يقدم دول مهمة وحيفيدكم كتير سواء بقى بصولج او بورا او مايكرو لوصل بقى لكل منحبها عشان وصلت هنا للاخر وكملت سماع وربنا يا ربي عنكم يقويكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته